موسيقى وقلبي للحنان عطشا وروحي تروح إلى الأحباب وتهديهم أمل وحنان مدام الحب جامعنا وبينادي على الإنسان ساعات الفرح يستكتر في ليل الوحدة يصحبنا ولو ندي الحنان أكتر هيجيده على ببنا ولا حرمان ولا أحزان مدام الحب جامعنا وبينادي على الإنسان كنوز الدنيا ماتسوا شعرنا بنعمة الإحساس ويخلي الحياة حلو غير الرحمة لكل الناس ولا حرمان ولا حرمان ولا أحزان ولا حرمان لدي الحب جامعنا وبينادي على الإنسان إنسان وقلبي للحنان عطشا وروحي تروح إلى الأحب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بداية أنا بقول لحضراتكم جميعا كل سنة وحضراتكم طيبين شهر رمضان الكريم العظيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن رحمة على المؤمنين جميعا شهر رمضان شهر تتنزل فيه رحمات الله سبحانه وتعالى على المسلمين في كافة أرجاء الأرض الحقيقة بلاحظ في شهر رمضان إنه ما بقاش بس شعيرة أو فريضة دينية كتبت على المسلمين وإنما بقت ظاهرة اجتماعية بيحتفل بيها كل البشر على مستوى دياناتهم وأجنسهم المختلفة كل الناس بقت مستنية رمضان بتقوسه بفعالياته برؤاه بتصوراته بصهراته بصلواته بكل المظاهر الدينية والاجتماعية اللي كلنا الحقيقة بنعيشها ورمضان في مصر ليه طعم مختلف يمكن لنا بعض الأصدقاء في بعض الدول الأوروبية وفي أمريكا الشهر اللي ما بينزلوش فيه رمضان في السنة يعني ظاهر المرض بتاع كورونا اللي حصل خلال الفترة اللي فاتت منع ناس كتير جداً إنها هتنزل تبقى موجودة في وسط احتفالاتنا في شهر رمضان السنة دي وده عمل لهم أزمة نفسية إن هما مش موجودين في هذا الشهر الكريم اللي الحقيقة بيد طاقة للبني آدم في إنه يكمل بقية السنة كلها إنه مش بس بيكمل بقية السنة بطاقة إيمانية إنما بطاقة إيمانية وطاقة اجتماعية ويصلة أرحام وعلاقات ما بين البني آدمين بعضهم وبعض وما بين المسلمين وما بين كل الديانات المختلفة اللي الحقيقة بتبقى حريصة على إنها تبقى موجودة في مصر في خلال شهر رمضان الكريم عشان يستمتعوا بتقوص شهر رمضان وشعقه والاحتفالات اللي موجودة في كل الشوارع وفي كل الحواري المصرية وكل الشوارع وكل منطقة في مصر الحقيقة وكل محافظة من محافظات مصر ليها طاعم مختلف وليها عبق مش عبق التاريخ إنما عبق التاريخ الإنساني الديني مع هذه الفريضة اللي كلنا بنستنى من السنة من السنة وبنتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يكتب القبول لكل الناس اللي قامت واللي صلت واللي دعت وبنستهل الفرصة وبنقول يا رب ربنا يمنى على البشرية كلها في هذا الشهر الكريم ويرفع عننا الوباء والبلاء ويعيد العالم إلى ما كان عليه من حالة الطمئنينة والسكينة ويبعد عننا كلنا الأمراض ويشفي المرضى ويرحم الموتة اللي الحقيقة بقينا بنشوف كمية الأموات اللي موجودة على صفحات التواصل الاجتماعي وحالة العزقات اللي موجودة الحقيقة كلنا بنبقى حطين إيدينا على قلبنا ومش عارفين بكرة ممكن نشوف مين على صفحة التواصل الاجتماعي بيدعو بالرحمة الولده ولا الولدته ولا الصديقه ولا الأخته ولا الأخوه الحقيقة بقيت ظاهرة اجتماعية كلنا لازم ناخد بالنا منها ونبقى حرصين على إننا بقدر الإمكان بناخد بالنا من بعض وبناخد بالنا من نفسنا وبنعمل الإجراءات الاحترازية اللي كل العالم بيبقى حريص على إنه يعلنها في كل حتة سواء فيه الشاشات التلفزيون أو على السوشيال ميديا أو من خلال الأطباء أو الحاجات دي كلها الحقيقة حلقتنا النهاردة في بداية برنامج إنسان اللي احنا بإذن الله هنشوفه مع بعض كل يوم سبت الساعة 11 وأتمنى إن احنا إن شاء الله نبقى ملتزمين بمعدنا مع حضراتكم وبنتمنى إن حضراتكم تبقوا حرصين على المعدة لأن احنا الحقيقة هنبقى حرصين مش إن احنا بس نقدم برنامج على شاشة قناة فضائية لكن بقدر الإمكان هنبقى بنحاول إن احنا من خلال البرنامج ده نعمل مشروع إنساني كبير جدا مش بس برنامج نتفرج عليه ونتفاعل معاه في لحظة وجوده على الشاشة الفضائية وبعد كده ننساه لكن هو بداية مشروع كبير أتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إن يمنى علي وعلى فريق العمل في القناة أو فريق العمل اللي هيشتغل معنا في هذا المشروع الإنساني الكبير إن ربنا يكرمنا ويمنا علينا ويلقى القبول في قلوب حضراتكم وبإذن الله نبقى كلنا بنتفاعل معه ونبقى جزء من إنسان الحقيقة برنامج إنسان عايزين كلنا نبقى عارفين إن شعاره اللي احنا كلنا هنتعامل معاه إنسان خليك إنسان طب هو فيه بني أدم مش إنسان طبعا فيه بني أدم مش إنسان الإنسان كراموا ربنا سبحانه وتعالى بصفات كتيرة جدا وذكروا في القرآن كتير جدا كلمة إنسان ذكرت في القرآن تقريبا حوالي ستة وخمسين مرة كلمة إنسان ذكرت في القرآن ستة وخمسين مرة والكلمة المرتبطة جدا بكلمة إنسان هي كلمة الإنس والإنس ذكرت في القرآن أربعتاشر مرة أربعتاشر مرة وستة وخمسين مرة يعني الإنسان ذكر في آيات القرآن الكريم اللي نزل من عند ربنا سبحانه وتعالى على نبيه الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الإنسان والإنس ذكرت في القرآن سبعين مرة تخيلوا بقى سبعين مرة حضرتك بتذكر في القرآن إما ذكر صريح مباشر أو ذكر غير مباشر ربنا سبحانه وتعالى منع على حضرتك إنه ذكرك في القرآن سبعين مرة طيب الحقيقة الإنسان في القرآن الكريم ذكر ببعض الصفات اللي أنا بقول إنها صفات سيئة وهي موجودة في بعضنا ويمكن في أكثر وغالبية البني آدمين اللي عايشين على وجه الأرض كلمة إنسان مرتبطة ارتباط كلي وجزئي ببني آدم كلمة إنسان مرتبطة ارتباط كلي وجزئي ببني آدم بني آدم سواء بقى ذكر أو أنت سواء كان مؤمن أو غير مؤمن إحنا هنا بنتكلم عن الإنسان في عموه الإنسان بكل مشتقاته اللي موجودة على وجه الأرض من يوم ما ربنا سبحانه وتعالى ده جاي منين ورايح فين وأصله إيه ومشتقاته إيه ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز قال في بعض صور القرآن الكريم إن ولقد خلقنا الإنسان من سلصال من حمأ مسنون هنا الحقيقة القرآن بيذكر إن البني آدم تخلق أو الإنسان تخلق من مادة تعتبر من أحقر المواد الموجودة على وجه الأرض الطينة مش بس الطينة الحمأ المسنون الطينة المسهورة في الفرن يعني طينة عفى عليها الزمن ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان من هذه الطينة من هذه الطينة عشان يعرف قد إيه ضعفه وقد إيه هوانه وقد إيه البني آدم خلق يعني في منتهى الضعف في منتهى الضعف عشان كده إحنا دايماً لما بنشوف وإمكان أنا بتذكر موقف خلال اليومين اللي فاتوا دول لما اتنين عربيات خبطوا بعض قدام عناية في أحد الشوارع هنا في القاهرة ونزل الحقيقة واحد من العربية بيقول للتاني قاعدوا يتخلقوا مع بعض ويعلوا صوتهم بشكل غير عادي والتاني بيقولوا وإنت ما تعرفش أنا مين حضرتك مين إنت ما تعرفش أنا مين يعني إيه حضرتك مين يعني البني آدم لازم يبقى مدرك قيمة وحقيقة نفسه أوعى تتخيل إن حضرتك عندك قامة وعندك هيبة وعندك جلال وعندك ملك وعندك وعندك البني آدم في النهاية خلق من تراب البني آدم خلق من الطين من الضعف من الهوان البني آدم مننا شوية الطراب دول لما البني آدم مننا يموت بيتحولوا له شوية طراب شوية الطراب دول ممكن حضرتك تبقى ماشي وإنت دايس على بعض البشر اللي بعد ما بيموتوا بيتحولوا تاني للطراب زي ما احنا كلنا عارفين يعني حضرتك ممكن تبقى ماشي وإنت دايس برجليك على هرقل أو دايس برجليك على جنكيس خان أو دايس برجليك على أعظم ملوك الأرض في يوم من الأيام كان بيسول ويجول بسلطانه وبحكمه وبجبروته ولما بيموت بيرجع تاني لشوية الطراب الصغيرين اللي ممكن يبقوا متناثرين من الطربة بتاعته وحضرتك تدوس عليه برجليك وإنت منتش مدرك أو منتش عارف إنت دايس على مين في النهاية كلنا ممكن يدس علينا وإحنا مش عارفين مين اللي ممكن يدوس على مين في يوم من الأيام الحقيقة أنا بيحضرني كمان حاجة مهمة جدا إن رجل أعمال كبير جدا زي سليمان الرجحي ويمكن إحنا كلنا الناس كلها ممكن تبقى عارفة اسم هذا الرجل الكبير اللي كان بيملك من القصور والصولجان والمصانع والهيلمان والعمال كميات كبيرة جدا في المملكة العربية السعودية من الأعمال الأعمال ويمكن إحنا شافينا هو على الشاشة بتاعتنا قصر من أحد قصور سليمان الرجحي رحمة الله عليه لكن الرجل ده تحقيقي كان من خيرة الناس وكان رجلا خيرا بشكل كبير جدا وكان باني جوامع ويمكن إحنا في رحلة عمرة وريبة السنة اللي قبل اللي فاتت لما كنا بنعمل العمرة بتاعتنا زرنا أحد المساجد اللي هو بنيها حاجة بسم الله ما شاء الله حاجة كبيرة وحاجة ضخمة وحاجة وحاجة وكانت تفتح له الأبواب مات سليمان الرجحي تعالوا نشوف بقى لما كان عايش في القصر ده وبعد ما توفى رحمة الله عليه عايش فين دي مقبرة سليمان الرجحي مقبرة سليمان الرجحي شفته هو كان عايش فين ولما مات اتوفى وسكن فين السكن ده هو اللي باقي السكن الأخير ده هو اللي باقي وعشان كده احنا لازم نعمل لليوم ده مش بس نبقى حرصين على ان احنا نبني ونشيد ونبقى حرصين ان احنا كل واحد يركب على التاني وكل واحد يبقى بيزنبق التاني وكل واحد عايز ياخد رزق التاني وكل واحد عايز يقف ضد التاني لما كلنا هنقف ضد بعض في النهاية كلنا هنبقى في قبرنا لوحدنا ومحدش هيبقى معانا محدش هيبقى معانا الأمور صعبة والأمور محتاجة مننا إحنا نتفكر ونفكر ونعرف إحنا مقدرنا قد إيه لما نقف عند الهرم في الأهرامات الثلاثة اللي عندنا في جمهورية مصر العربية والحقيقة الواحد لما يبص على نفسه قدام الهرم يلاقي نفسه حجمه قليل جدا حجمه قليل جدا ده قدام مبنى بناه مجموعة من البشر فما بال حضرتك لما تقف في ملكوت ربنا سبحانه وتعالى اللي هو خلق ربنا الأرض والسماوات والبحار والكواكب والأفلاك والشمس والنهار والليل كل الحاجات دي لما حضرتك تبقى واقف قدامها حضرتك غمض عينيك للحظة واستوعب مكانك في العالم عشان تعرف قمتك قدام ربنا عامل ازاي قمتك قدام ربنا عامل ازاي انت مجرد يعني تراب حط الطينة صغيرة في وسط ملكوت ربنا الكبير قوي ربنا سبحانه وتعالى لما خلق البني آدم وما خلاش مفاتيح الرزق ومفاتيح الخير في ايدين البني آدم لأن البني آدم بطبعه بخيل قطور مفاتيح الرزق ربنا سبحانه وتعالى خلها في ايديه هو بس عشان هو عارف ومدرك ان البني آدم رغم ضعفه وهوانه لما بيحاول يبقى ذو سلطة او معاه او في ايده او هو اللي بيمن او هو اللي بيدي الحقيقة البني آدم بيتجبر وبيتكبر وبيبقى محسس الناس اللي تحته انه هو مسؤول عن رزقهم ابدا عشان كده دايما بنقول للناس اوعى تتخيل ان رزقك في ايد حد اوعى تتخيل ان رزقك في ايد حد رزقك في ايد ربنا بس مطلوب مننا كلنا اننا نسعى اننا نكتهد اننا نعمل اننا نعمل بشكل جدي ويبقى عندنا ضمير في شغلنا ونبقى حرصين على شغلنا ونبقى بنوجيت شغلنا وبنبقى بنعمل لغاية اخر لحظة في حياتنا لازم نعمل ونغرس ما طلبه الله مننا حتى يوم القيامة وانت مدرك تماما ان رزق حضرتك مش في ايد حد مدرك تماما ان رزقك بس في ايد ربنا ربنا سبحانه وتعالى ذو الجلال والاكرام حريص عليك كبني ادم حريص عليك كبني ادم وعارف كويس جدا انه مش ممكن يدي مفاتيح رزقك لبني ادم البني ادم اللي بيساعدك انك تشتغل اللي بيساعدك انه يديك انه بيساعدك انك تشتغل انك تقطات قوة يومك كل ده ما هو الا وسيلة ساقها الله اليك ليبعث لك رزقا من خلال هذا البني ادم طب لو البني ادم ده مش موجود هيجي غيره طب لو البني ادم ده مش موجود هيجي غيره رزقك موجود في السماء رزقك ربنا سبحانه وتعالى البني ادم مننا ساعات كتير جدا يبقى مش عارف بكرة هيعمل ايه مش عارف بكرة هيجيب مصاريف الولاد من اين هيعمل ايه البيت خالي والجيب فاضي ومش عارف هيعمل ايه زي ما بيقولوا في المثل الشعبي تبات نار تصبح رماض لا تبات وانت عندك يقين في ربنا سبحانه وتعالى يبقى انت متأكد ان ربنا سبحانه وتعالى سيسوق اليك الرزق من غير حولة منك ولا قوة ربنا سبحانه وتعالى هيمن عليك هيمن عليك الحاجة التالية المهمة اللي انا حريص على ان اقولها لحضراتكم في اللحظة دي أن لما كلنا نتعامل بضمير وبإنسانية ونخلينا بني أدمين زي شعار البرنامج بتاعنا نحن بنقول خليك إنسان خليك إنسان في تعاملاتك خليك إنسان في رقيك خليك إنسان في إحساسك بالآخر خليك إحسان في علاقتك بربنا خليك إنسان في علاقتك بولادك خليك إنسان في علاقتك بالآخرين بالعاملين اللي بيشتغلوا معنا خليك إنسان بمعنى كلمة إنسان إنسان يعني قيمة ربنا صحونا تعالى من علينا بيها وميزنا عن باقي المخلوقات عشان بس نبقى حرصين على قيمة الإنسان عشان كلنا هنتحاسب يوم القيامة على كل حاجة ربنا صحونا تعالى من علينا بيها وما فيش حد هيبقى مع حد كل واحد هيبقى مع عمله بس وهنا أنا بتذكر مع حضراتكم قصة مهمة جدا السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت في يوم من الأيام نايمة أعدى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان نايم على رجليها مين؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم نايم على رجلين السيدة عائشة رحمة الله عليها فبكت السيدة عائشة وادمعها نزلت على خد رسول الله صلى الله عليه وسلم صحي وبصلها وقال لها ما يبكيك يا عائشة قالت له تذكرت يوم القيامة يا رسول الله أستذكرون أهليكم يوم القيامة يا رسول الله دي من اللي بتقول؟ السيدة عائشة حبيبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بتقول لي مين؟ للنبي اللي هو قادر أنه في اللحظة دي يقول لها طبعا هافتكرك طبعا أنت معايا في الجنة طبعا لكن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بيدينا درس عشان نعيش بيه ومعاه طول عمرنا النبي بصلها وقال لها والله يا عائشة في ثلاثة مواطن لا يذكر المرء إلا نفسه يا الله من اللي بيقول؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول لي مين؟ لعائشة حبيبة قلبه بيقول لها في ثلاثة مواطن لا يذكر المرء إلا نفسه الموطن الأول ساعة الصراط كلنا وإحنا معديين على الصراط كل واحد هيبقى مننا مرعوب وخايف ومش عارف لما يعدي على الصراط ده هيكب على وجهه في النار ولا ربنا سبحانه وتعالى هيمنى عليه برحمته ويعدي واللي يعدي يا هناه يا ساعده الموطن التاني عند الكتاب استلام الكتاب حضرتك هتبقى مرعوب وانت واقف قدام ربنا ومستني تستلم كتابك كتابك ده اللي فيه كل حاجة انت عملتها في حياتك كتابك ده اللي فيه كل حاجة ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ولا كبيرة إلا أحصاها كل حاجة مكتوبة صغيرة أو كبيرة وممكن حضرتك تبقى ناس انت عملت إيه لكن الكتاب لا ينسى لحظة الكتاب هنبقى في حالة رعب هنستلم الكتاب ده بإيدينا اليمين ولا بإيدينا الشمال والموطن التالت ساعة الميزان عشان كلنا نبقى عايزين نعرف احنا الميزان بتاعنا أي كفة فيهم هالطب كفة الحسنات ولا كفة السيئات ثلاثة مواطن لا يذكر المرء إلا نفسه ساعة السراط ساعة الميزان وساعة الكتاب يا حبيبي يا حبيبي يا رسول الله طيب نطلع فاصل ونرجع نكمل مع حضرتنا إنسان 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 وقلبي للحنان عشان إنسان تخليك إنسان خلينا دايما نكرر الشعار ده في حياتنا لما نيجي نعمل حاجة دايما نتذكر الشعار ده ونقول خليك إنسان خليك إنسان في تعاملاتك مع الناس خليك إنسان في تعاملاتك مع الحيوانات خليك إنسان في تعاملاتك مع الزرح مع الورد خليك إنسان في تعاملاتك مع والديك خليك إنسان في تعاملاتك مع ولادك خليك إنسان في تعاملاتك مع الفقراء والمساكين خليك إنسان في تعاملاتك مع الميا وإحنا مقدمين على أزمة كبيرة اسمها أزمة الميا من خلال سد النهضة اللي إحنا كلنا بنتبعه وكلنا شوفين وكلنا حرصين على أننا نعرف إيه اللي هيحصل بكرة في مصر لو حصل أزمة في الميا حقيقة من ضمن الحاجات اللي كلنا لازم نبقى حرصين عليها وخايفين عليها نقطة الميا نقطة الميا تساوي حياة حياة مين؟ حياة البني آدم وحياة الحيوانات وحياة الطيور وحياة الزرع وحياتنا كلنا كلنا إحنا بنشوف حالة من حالات الهلع في استخدام الميا حتى الناس اللي رايحين يقابلوا ربنا سبحانه وتعالى في صلواتهم ورايحين يتوضوا الحقيقة ما بيبقوش حرصين أبدا على نقطة الميا اللي البني آدم من غيرها ما يقدرش يعيش ما يقدرش يكون ما يقدرش يبقى عشان كده دايما عوزين نبقى متذكرين في دماغنا خليك إنسان خليك إنسان في كل جوانب الحياة خليك إنسان وإنت بتحب خليك إنسان في تعاملاتك مع زوجتك خليك إنسان في تعاملاتك مع العاملين معاك خليك إنسان في تعاملاتك مع كل من يطلب منك المساعدة وبمناسبة المساعدة بقى الحقيقة طبعا إحنا في شهر رمضان الكريم حالات الناس اللي تبقى محتاجة ومحتاجة مساعدة بنشوف هلع من الناس من خلال الجمعيات الخيرية والمؤسسات والحاجات اللي كلنا شايفينها على التلفزيون وكمية الإعلانات الفضيعة اللي موجودة على كل الشاشات الفضائية بتطلب المساعدة من شعب محتاج المساعدة كمية إعلانات غير عادية بتطلب المساعدة من كل الناس طيب هنساعد عشان المستشفيات تتبني هنساعد عشان الفقراء يكفل هنساعد عشان المتعففين نسد احتياجاتهم طب غير المتعففين بقى هنعمل معهم إيه إيه غير المتعففين دول ظاهرة اجتماعية مصرية في غاية السوق موجودة في كل شوارعنا وفي كل مناطقنا وفي كل ما يدنا الحقيقة هذه الظاهرة يندى لها الجبيل ظاهرة المتسولين يا عم المتسولين إيه اللي انت جاء تتكلم عليه ومن في رمضان ده رمضان كريم يا عم سيب الناس تاكل عيش أيوة هنسيب الناس تاكل عيش المتعففين اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم في القرآن تحسبهم أغنياء من التعفف ربنا شاور عليهم لكن حالة التسول الفضيعة والتسول ببلطجة اللي موجودة في كل الشوارع وكل الميادين بقت حاجة مخزية ظاهرة مخزية الأدهى من كده أن هؤلاء المتسولين اللي موجودين في الشارع وبيتسولوا بالعافية وبالإكراه ويتدين يعمل وسوي بقت موجودة بشكل غير عادي في كل شوارعنا في كل شوارعنا وفي كل محافظاتنا طيب قبل ما نتكلم عن ده تعالوا نشوف تقرير مع بعض عن المتسولين في شوارع مصر المحروصة اتفضل فعلا ناهشي قوت المصريين الحقيقة الظاهرة دي بقت ظاهرة غير عادية وأنا الحقيقة يمكن كتير جدا وأنا معي أولادي وبيشوفوا حالة المتسولين دول وإلى بابا ديهم أنا يعني مش قادرة دي مش قادر أحن على واحد أنا عارف أنه بيمثل أنا عارف أنه من أثرياء المتسولين أثرياء؟ أيوة في ناس من دول حضرتك بقوا من أثرياء المتسولين بقت شغلانة لأ وتعددت الأساليب في التسول بشكل غير عادي بشكل غير عادي يقابلك واحد لابس بدلة ومحترم ودنيا تمام هو لابس كده شغلته ويقول لك أصل أنا عربيتي قطعت بنزين وعايز مش عارف إيه أصل أنا يعني بقت ظواهر غير عادية وتعددت الأسباب والتسول واحدا بقت ظاهرة غير عادية خلينا ناخد بالنا كويس جدا إحنا بنطلع لمين وإمتى وفين ثلاث أسئلة لازم مهم جدا أن نبقى عارفين اللي بنطلعه ده بنطلعه المين ورايح فين وإمتى عشان نبقى عارفين إن فعلا الفلوس اللي طالع من عندنا أو الرزق اللي طالع من عندنا وصاقه الله رايح لمستحقين رايح لمستحقين طيب الحقيقة إن أعمال الخير في رمضان كتير ومظاهرها كتير وأسالبها بتتعدد من ضمن هذه الأعمال المهمة قصص الغارمين قصص الغارمين يعني إيه غارم؟ غارم يعني عليه دين غارم يعني عليه دين طيب قبل ما نكلم نكمل حلقتنا معنا اتصال مهم من صديقي وأخوي العزيز الدكتور مظهر شاهد السلام عليكم دكتور دكتور مظهر يا دكتور دكتور مظهر طيب عبال ما الاتصال يتصلح إن شاء الله نكمل مع بعض ونشوف الغارم الغارم هو الشخص اللي عليه دين اللي عليه دين والغارم هنا نوعين من الغارمين غارم لنفسه وغارم لغير نفسه أو للمجتمع يعني إيه؟ واحد غارم لنفسه يعني استدان عشان يعمل حاجة لنفسه يجوز بنته يعمل شغله وفشل يعمل أي حاجة زي كده طيب رجع الاتصال مع الدكتور مظهر شاهد سلام عليكم دكتور عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور هاني إزايك دكتور مظهر أخبارك إيه؟ الحمد لله بخير والله أولا كل سنة وساعاتك طيب وفخير إنت طيب حبيب وإنت ظهورك على الشاشة اتأخر 15 سنة كل شيء بأول يا دكتور أنا عاود أقول المشاهد الكريم إن ما فيش شيخ في مصر صلع على شاشة تضاهية إلا لو كان السبب في ظهوره الأستاذ أو الدكتور هاني البن وأنا شخصيا كان لي هذا الحظ وهذا الشرك إن أول واحد صلعني على قناة فضبية في عام 2006 تقريبا أو 2007 في الفترة دي كان السبب هاني البن على قناة الناس أيام كانت قناة الناس طبعا في الفترة الأولى من عملها في الجانب الديني والأستاذ هاني البن هو اللي حولها من الكاذب كانت منشأة يعني بخصوصه إلى الجانب أو إلى الوجه الدينية وكان طبعا في حضور الدكتور عاطف عبد الرشيد والأخوة الأفاضل اللي كانوا وقتين حضرينه في التوئيد ده لأستاذيات النور وكل الإخوة المحترمين والناس المحترمة اللي كانت حضرة في هذا التوئيد لكن كان الأستاذ هاني البن هو المسؤول عن قناة الناس في التوئيد ده وكان ليه شرف إنه هو يدني الفرصة ويقع بجنبي زي ما هو يدني جنبينات كتير كل المشايخ في مصر تقريبا من أكبرهم لأفضرهم سنا ومقاما كان لهم الفرصة في الظهور على يد الدكتور هاني البنة وكان هو الجندي المجهول في هذا الموضوع فكان المفروض يا دكتور هاني تحضر وتظهر بقى من 15 سنة تتظهر له 15 سنة ربنا كان لي كانت كل بقى أنا أتعيد تظهورك على القناة طبعا وكل سنة وساعاتك طيّ وماريام بنتك بخير وماريام بنتك بخير ربنا كان ليه تقص ماريام انت عنك ليه علشان ماريام يا جماعة يوم متولدت ماريام كان هو اليوم اللي اتعرفت فيه على القسود هاني البنة يعني علاقتنا ببعض من عمر ماريام ربنا يخليها ويخلي إخوانها ويبارك في أحفالك وفي كل ولادك وبنتك ربنا كان ليك يا دكتور وساعده من داخلتك جدا وكل سنة وحددك طيب والصحة والسلامة أنا لها كل الشرف والله وزحياتي لحضرتك والولي عبد الرسيد وكل الإخوة عندك في القناة والأستاذ شكري كل الإخوة عندك في القناة أنت مسدقت يعني أنت مسعجل أنا مسدقت أفيتك على الهوة ما أنت على طول أفيتك على الهوة يعني اخبرنا كده أفيتك على الهوة أحنا نتكلم ربنا يخليك يا دكتور عاوزين نسألك بقى يا دكتور عن الغارمين إيه حكاية الغارمين دول ونعمل معهم إيه أولاً عاوز أبركلك على مؤسسة الإنسانية وعلى اكتيار هذا الجسم الرائع وعلى حد علمي أن أنت كنت تطالع برضو في القناة علشان تتكلم عن الإنسان وإن مهمك هو أن الإنسان يمارس إنسانيته في هذا الكون صحيح فأنا بباركلك على مؤسسة الإنسانيتي ويا رب تكون فتحة خير على الأمة كلها يا رب وتقدر تأتي وتقوم برسالتها على أسم الوقت وزي ما أنت كنت مبدع في الإعلام برضو تكون مبدع في العمل الاجتماعي والعمل الخيري خاصة تحت مظلة رسمية بتشرف عليها الدولة ومكتملة الأركان القانونية وإحنا طبعاً طول عمرنا حرصين إن إحنا يكون كل شغلنا وتعاوننا مع بعض وإنت بذات كنت دائماً حريص إن شغلت يكون بشكل قانوني فأنا أتحييك على مؤسسة الإنسانيتي وإن شاء الله تكون من المؤسسات الكبيرة اللي تقوم برور اجتماعي كبير جداً في المجتمع ويساعد الناس وطوء وكمب الناس ويقول لها بإذن الله كده باع كبير في العمل الخيري إن شاء الله يا رب يا رب أما عن الغارمين هو ليه حفرات الموضوع المهاردة الإنسان في موضوع الغارمين يا بقول لها والله إحنا بس هنتكلم عن الغارمين لأن إحنا معانا الحقيقة قصة آدم قصة آدم ده أنا بأدعوك إن أنت تتفرج عليها عشان دي قصة مهمة جداً وأعتقد إنها هتبقى نقطة فاصلة في حياة كتير مننا اللي متفرجوا على الحلقة دي إن شاء الله وهي قصة أحد الغارمين شوف ما فيش بعد يعطي للغارمين أهمية أفضل من البعد القرآن معاك يا دكتور طيب الاتصال التقطع من الدكتور مظهر وإن شاء الله يحاول يتصل بينا تاني بإذن الله إحنا قلنا الغارمون وهو جمع كلمة غارم وكلمة غارم يعني اللي عليه دين والغرماء اللي هم أصحاب الدين اللي بيطلبوا الغارمين إنهم يسددوه وزي ما اتفقنا مع حضراتكم إن الغارمين نوعين غارم لنفسه وغارم للمجتمع غارم لنفسه زي ما قلنا لحضراتكم اللي هو استلف أو استدان عشان يجوز بنته عشان يسد الدين عشان يعمل عملية يعني حاجة قاهرية واجبة السداد حاجة قاهرية واجبة السداد ده بيعتبر إيه؟ غارم لنفسه وبرضو الغارم لنفسه ده نوعين إما غارم لنفسه في الصالح وإما غارم لنفسه في الطالح الغارم لنفسه في الصالح ده واجب علينا كلنا إنه نقف جنبه ونساعده لغاية لما يسدد إيه؟ دينه أما الغارم الطالح اللي هو بيستدين أو بياخد فلوس بالربة عشان يتعاطى مخدرات عشان يعمل انتكاسة نفسية لنفسه لأي شكل من الأشكال السيئة ده الحقيقة إحنا بنبتعد عنه وبنقول إن إحنا واجب علينا إن إحنا نقف ضده وما نقفش جنبه وما نساعدهش الغارم للمجتمع ده بقى اللي هو بيغرم لإصلاح ذات البين حد قاعد في قاعدة صلح وبيصلح ما بين اتنين وفي القاعدة ده بيضطر إنه يغرم نفسه عشان يصلح ما بين الاتنين ده طبعا واجب علينا كلنا إن إنا نقف جنبه ونساعده ونعرف الضبط إحنا هنساعده إزاي؟ طيب إحنا الحقيقة طبعا من ضمن قصص الغارمين قصة آدم آدم ده رجل من السودان قاعد استدان أو بقى عليه دين كان معاه مبلغ والمبلغ ده وقع منه أوضاع والحقيقة اعترف قدام البوليس السوداني بهذه الفعلة واتحكم عليه وقاعد أربع سنين من 2008 لغاية دلوقتي وهو موجود في سجن الهدى في أم درمان في أم درمان أربع سنين فاقد لحريته الشخصية وعلي دين تقريبا حوالي 8000 جنيه يعني حوالي 2300 درهم إماراتي يعني حوالي 8000 جنيه 8500 جنيه وهو الحقيقة عنده ست بنات ومتجوز زوجتين وعنده ولدين تجوا نتعرف على آدم ونرجع تاني نكمل مع بعض يلا في البداية آدم كلنا عرفنا قصة حياته وعرفنا مشكلته وكل الحكاية في 2300 درهم دعوا منه طيب احنا ممكن قررنا اننا في البرنامج ده او في برنامج إنسان او في تصورنا ومشروعنا اننا نقف جنب آدم ونفك أسره ونخرجه من السجن عملنا ايه بقى جبنا 15 حصالة من الحصالات بتاعت الأطفال اللي احنا كلنا بنشوفهم في ادين الأطفال وبنحط فيهم الحاجات الصغيرة القروش الصغيرة والدرهم البسيطة اللي بنحطها في الحصالة 15 حصالة ودناهم ل 15 فرد مختلفين وكل واحد حط فيه الشيء القليل من الفلوس والفلوس دي زي الفلوس دي الحقيقة 15 حصالة حط فيها يعني كل واحد حط فيه جنيهات صغيرة جدا والجنيهات دي ممكن احنا ملقاش واخدين بالنا منها وممكن تضيع مننا واحنا مش عارفين قيمة هذه الجنيهات اللي ممكن تفك أسر واحد زي آدم ال 15 حصالة دول لمناهم وحطينا فيهم وجينا بعد فترة بسيطة جدا لمنا الحصالات وزي ما هنشوف دلوقتي زي ما شايفين فكينا الحصالات وبتدينا نفتحها وبفضل الله لقينا كمية فلوس من الفلوس الصغيرة اللي احنا كلنا ممكن من نبقاش واخدين بالنا منها وممكن تضيع لكن فرقت في حياة بني آدم بشكل غير عادي ولقينا المبلغ بتاع آدم موجود في الحصالات والحقيقة دفعنا الفلوس لآدم وخرجناه في السجن وخدناه معانا في العربية عشان يقابل أهله من غير ما أهله يعرفه ان احنا جايبين وأو خرج من السجن تعالوا نشوف بسرعة ونرجع لحضراتكم السعادة ما بتجيش من استحالات كبيرة قدينا شايفين قروش صغيرة كانت في الحصالة غيرت بني آدم ورجعته لأهله وعملت حالة من السعادة رحنا بسرعة قابلنا بنت آدم في الطريق ورجبت في العربية التانية وهي مش عارفة ان ابوها راكب في العربية اللي وراها تعالوا نشوف لما استقبلوه في البيت كانت أحساسهم عاملها إزاي مش هادر أقول غير خليك إنسان كل سنة وحضراتكم طيبين إنسان وقلبي للحنن عطشان وروحي تروح إلى الأحباب وتهديهم أمل وحنان مدام الحب جامعنا وبنادي على الإنسان وبنادي على الإنسان ساعات الفرح يستكتر في ديل الوحدة يصحبنا ولو ندي الحنان أكتر هيجيده على ببنا ولا حمال ولا أحزان مدام الحب جامعنا وبنادي على الإنسان كنوز الدنيا ما تسو شعر